نوها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائل الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نوها بالأهمية البالغة بتوعية الأممية بمسألة الأمن المائي في المنطقة العربية ومستقبل هذا الملف وقراءته قراءة واضحة تمكن من التعاطي معه بصورة فاعلة وتمكن من التعامل مع التحديات المترتبة وتأمين المصادر المائية ورحب سمو في اللقاء مع السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقصر الكضايبية اليوم باطلاق تقرير البرنامج المعنون حوكمة المياه في المنطقة العربية بين تأمين العز وضمان المستقبل الذي تم في البحرين اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية مشيرا سمو لأن أخذ هذا الشأن بالحسبان أمر لا بد من الانتباه له في سياق سياغات البرامج التنموية والنمو الاقتصادي وقال سمو أن ارتباط هذا الملف بجملة من القضايا الصحية والبيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي يستلزم تضافر الجهود وتكاملها بين المنظمات والدول لتحقيق تبادل فعال في القدرات والإمكانات كما أكد سمو على أهمية دعم أسباب الأمن والاستقرار للحفاظ على وطيرة عملية ومساعي التنمية وأشهد سمو بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العمل على التقرير وإطلاقه والتوعية بالتحديات والمخاطر المترتبة مستقبلا عن هذا الموضوع الهام والملح مؤكدا اهتمام مملكة البحرين بمثل هذه الجهود اتساقا مع التزام المملكة بالأهداف الأممية الإنمائية واهتمامها بمواصلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة من خلال القنوات المتواجدة في مملكة البحرين من جانبها أعربت أستاذ هيلين كلارك عن تقديرها للدعم الذي تلقاه البرنامج في مملكة البحرين من مملكة البحرين في ترتبات إطلاق التقرير والتفاهم لأهمية هذا الملف الحساس الذي يمس دول المنطقة